السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحلقة ستكون بخير وارجعت لكم اليوم بحلقة جديدة بالحلقة اللي عناها اليوم حنشوف مباراة شطرنجية ملحمية جدا مباراة من أقوى المباريات الممكن شوفة المباراة هاي مليانة تضحيات قام بيتات شي فخمة مع الآخر ألكساندر مورزوفيتش بيلعب ضد فيشي آنن لو انت ما بتعرف من مورزوفيتش هو لاعب شوي قديم حاليا ما كتير عم يلعب ما نكتير نشيط بس إله كتير إنجازات أرهبة من بطولة العالم غالب كل حدا بيخطر عبالك كارسن غيره من اللاعبين لغالب كتير ناس وإضافة على ذلك هو من اللاعبين اللي قربوا كتيرا على 2800 تصنيفه وصل ل 2788 بالكلاسيك ولاعب جدا جدا قوي ويعتبر واحد من أقوى اللاعبين بالبلاينفولتس أو بشطرنج المعصوب العينين خلونا نشوف المباراة اللي عناها المباراة هاي اللعبت ببطولة اسمها بطولة موسكو ومنهاية الحلقة بيحكي لكم شغلة رح تنصدموا منها عن موروزوفتش ملاش موروزوفتش بنقتل اي فور طبعا موروزوفتش بتصنيف 2605 وفيشيانان بتصنيف 2715 وهذا تصنيف البلتس المباراة هاي كانت مباراة بلتس اي فور اي فايف وهون موروزوفتش لعب الافور الكينغز كامبت خيار موفق جدا اي تكس على الافور وهون خيار ما نكتر ملعوب هو تاني اكتر خيار لعبين بالكينغز كامبت هو اللي بيشوب على السي فور بتوقع انه اول واحد لعبها للافتاح هو الاندرسن واحد بسمو اندرسن اللي نجبنا له حلقة قبل كم يوم بيشوب على السي فور شو فكرته انه هنا وانت الاتنات على الافتري بيشوب على السي فور فكرته انه لا انا بدي سيطر على خانة الدي فايف وبيكون عندي محفظة على الهجوم بلسه انا اللي بيهجوم تحكيلي اي غير هون فيك وين على الاتش فور شك بيحكيلك اوكي انا بكل بساطة بزيحملك على افوان راح اطلع صان اف تري دي فور سي تري وراح سترجع الجندي تبعي مالكي خرب او خصمي خرب عليه التبيت بس انا عندي انتشار رهيب جدا بالاضافة الى الوسط كوين اتش فور هي التكملة الرئيسية هون بس ما لعب كوين اتش فور لاعب نات على الاف سيكس ان اند بها المباراة نات على السي تري حامي جندي افور لانه هون تكون طالب جندي افور و سي سكس بدو يلعب دي فايف ما هذا الوضع لعب هون بشوبة على البيتري مور اسوف Vieجل انو قال leke لو انا لابنات افتري بيلعب دي فايف يكون طالب افيدي و بداي اسحب فيدي کها ريك لا خلص انا باسحب فيدي من البداية و انسى إي تاكاكس دي فايف بي تاكاكس دي فايفia و بهذا الوضع دي فور كانت النقلة جميلة بثبت هذا الجندي وعند نتشن جندي تبعي واشدائه بشرب تاكس على الاف فور بيشوبة على البي فور رابط الحصان وبهذا الوضع هل تتوقع انه بشب تيكس F4 هون نقلة منيحة توقف الفيديو وجود وشب تيكس على F4 هون نقلة ممكنة بس مشكلتا انه ممكن خصمي هون يبيت وانا بعدما اطلع نات F3 بصور ديكشني من العيات فيفضل انه انا انتبه على الانتشار اول ويجي نات F3 لانه الجندي هادا بتجيبه وما رح تقدر تحميه فتبيط تبيط من الطرفين واكل بهذا الوضع بشب تيكس على C3 ليش اكل بشب تيكس على C3 انه بعد بي تيكس على C3 وقوين على C7 فكرة انت انه انا بدي اضغط على جندي C3 وهو مفكر انه اوكي هلا بهذا الوضع هتم تحميه بقوين D3 وانا رح تم اضغط عليه رح زيحو ايجي روكسي 8 هادا فكرة انت انه اوكي بدي اشغلك في الجندي وما رح خلقته جمع ليه بس حكاله اوكي رح العابة كوين على E1 بس ما هدفي انه احمي الجندي وبس هدفي انه يجي كوين H4 وابلج هجوم تسطوري عليك يا انت نأت على C6 كوين على H4 بلج الهجوم نأت على E7 بده يضغط على جندي C3 ويمكن يجي بالحصان هذا على الهجوم سترجع الجندي تابعه بيشب تيكس على F4 كوين تيكس على C3 وكمل بي بيشب على D2 طالب الوزير نستغل المكان الوزير السيء وبده يفتح للقلعة كوين على C7 ونأت على E5 وبهذا الوضع وقف الفيديو او متعف الفيديو ما فلا توقف صفون بهذا الوضع وشوف هل انت بتفضل ان تكون ابيض الاسود انا عن نفسي ففضل يكون ابيض مية بالمية اول شي در انتشار الثاني شي تمركز القضاء عندي وزير ضارب على F6 مع قلعة ضارب على F6 احصانا على E5 فيل ممتاز جدا الفيل هذا يمكن ما يكون مليح اسف ماز عنده اوطر جدا ممتازه نقل CB3 لا تستبعد ان تصير نأت على F5 طالب الوزير مع المسكر على ركتكس على F6 ومسكر على القلعة آسف أكوين على الأفور بعد عن الطلب بيشوب على الإي سكس حامي على سلسل دي فايف هو نكمل بنقلة البيشوب على البي فور طالب القلعة رك أف على السي إيت لأنه هذا العمود الوحيد اللي شبه مفتوح وبهذا الوضع نبين أنه وجوم مروزوفيتش وقف بس مروزوفيتش هلأ بلش وجومه ولعب جي فور ليش جي فور كل بساطة بده لعب جي فايف ويفتح الوضع الوضع ما بيقدر سحب إحصانه على الدي سكس أنند كاميرك اي اي ون طلعة ممتازة بهذا الوضع رح تفيدني ناتف على الإي فور دعبون سي فور سي فور نقلة جدا جميلة فكرت أنه أنا بدي حط الفيل على سي تو يكون فيه الممتاز جدا على هذا الوتر بعد دي تكس على سي فور حط الفيل تابع على سي تو أوكي أنت عندك يمكن جنديا زيادة لكن نشاط القطع عندي كثير مع وض ووضعك حيفرط قريبا والأنجن بيعطي أنه الوضع هذا متعادل بس اللي بيفرق أنه الأنجن لما يعطي الوضع متعادل هذا الأسوار كثير صعب أنه يلاقي النقل الصحيحة وكثير صعب أنه يدافع فبهذا الوضع لأبي الطالب أنه يأكل بشوب تكس على الإي فور وسحب إحصانه على الـ F6 وكمل G5 أوه بتحكيون أوه هلأ بلش بلش وضع الأسوار يصير مانو مريح لأنه فعليا في ضغط ما طبيع على الـ F7 ضغط ما طبيع على الـ D6 القلاع جدا نشيطة وهذا أسلوب مروزوفيتش ولكم تو مروزوفيتش ستايل يعني نات H5 طالب الوزير إيش أكوين على الـ F3 طالب اللحصان الطريقة الوحيدة اللي يحمي فيها اللحصان G6 وعلى G6 هون في وينين كومبينيشن من أرهب ما يكون يا أخوان كومبينيشن مصطلح يعني لسلسلة نقلات هون مروزوفيتش ضربوا الضربة القاضية أو ضربات قاضية متتالية نات تيكس على الجي سكس نقل جدا رهيبة نات تيكس G6 فكرته أنه أنا بدي أفتح حمود الـ F وإنت هون ما بتطور تأكله بجندي الـ F بدك تأكله بجندي الـ H لأنه لو أكلت بجندي الـ F بيسقوط الفيل أكل H تيكس على الجي سكس واستمر الضرب H تيكس على الجي سكس بعد PON تيكس على الجي سكس ROK تيكس على الجي سكس اللي استفادوا مروزوفيتش من كل هاي الخبصة أنه حاليا طالب الإحصان طالب الجي سكس بعدين رح أكل على الجي سكس حكيلي شنو حتمنع كل هاي الطلبات هنا أنا أول شيء لهون طالب أكل الحصان شو بدك تعمل؟ وحتى لو حميت الحصان هون رح أكل على الجي سكس جباري تيجي لهون رح أكل الحصان شمات يجا كوين على الـ F7 عساس يكسر سحاب وزيره على الـ D5 طالب الوزير طالب الفيل طالب الجي سكس طالب مليون شغله هون أنا نفكر حاله زكي ويجنات على الـ F5 عساس يحمي الطلبين بس فاجأوا بنقلة دمرته روك تيكس على F5 وسلم أنند ليس سلم؟ لأنه ما عنده أي شيء يعمله بهذا الوضع لو أنت أكلت في G6 وينما تروح بالوزير بنقلة الجي حتكون دبل شك وغالباً حتكون مات لو أنت بهذا الوضع أكلت بالوزير هل لقيت النقلات الفائزة ولا لا؟ النقلات الفائزة بسيطة جداً روك تيكس على G6 دبل شك بعدما تيجي بالملك أكتبعك على الـ F7 وين تيكس نقلاتي الجاي حتكون غالباً تشك تتبعه بـ تشك ميت أي مكان جيم جداً سفاح مروزوفيتش من اللاعبين الأساطير اللي أنا ظالمه جداً بالقناة صراحةً اسلوب لعبه جداً جميل افتتاحاته جداً رهيبة والمعروف عنه بصراحة أنه دائماً بيخوف اللاعبين الأساطير أي حدا بيلعب دون مروزوفيتش بيحسب له ألف حساب هاي كانت الحرقة بتمنى تكون عجبتكن أنا كتير حبيت المباراة وكتير حبيت للسائل اللي لعب فيه مروزوفيتش لو عجبتكن هاي الحلقة والمباراة ياريت توصلها المقطع على 500 لايك وبكون الكون شاكر جداً سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفروك وأتوب إليك أنا نسيت الشغل يا إخوان أنه أنا أتوبتكم فيه معلومة صاري مع مروزوفيتش مروزوفيتش لعب هاي المباراة تخيل وعمره 17 سنة بس جداً جميل شكراً لكم على المشاهدة منشوفكم إن شاء الله بالفيديو جاي إلى اللقاء شكراً لكم شكراً لكم